مفهوم الزواج يعني إن إحنا يبقى فيه علاقة ونجيب عيال في فترة طلعت إنه فعلاً يقولك بدل ما تبي قاعدة من غير جوازك جوزي وهاتي عيال وتطلقي هاتي اللي تعرفي تختلف معاه أو مش هوديكي محكمة الأسرة بقى فيه مفهوم كده أنا سمعته كتير قبل ما تجاوز هو ده اللي ربنا قال لنا عليه السطر والسكين ده اللي سكينة ولما ودى ولرحمة وعيال بتتبهدل وليه أجيب عيال أشيل شلتهم لوحدي أنا قادرة أشيل شلتي أنا لوحدي لما أشيل شلت عيال تاني طيح إحنا عندنا أنا ليه مش عايزة أجيب حتة لينكي بعيال لأن الموضوع ليه بعد ديني وإنتي عارفها لا أجيب وليه معايا شخص سوي وليه ولد ونصالح يدعو لي وأصري ما يتمحيش من الدنيا لكن أنا عارفة أني مش أكمل مع البني أدم ده أجيب عيال أظلمها ليه من غير أبا هيتبهدلوا سالي أقول لك أنا يعني بأقول لك أنا محافظة على قد ما أقدر عشان إحنا يعني ما نجرحش شعور المشاهد لأن في مشاهدي ما لهمش دعوا بالمشكلة أنا يعني لكي أنا بألوم عليها أني كملت أنا بألوم عليها أنتي ويجيبوا بالأربعة لإيه ما إحنا كنت هون الأربعة ده بيحصل إيه؟ أنا ألدي مقبوض طيب معلش متر في متر والأربعة دول عايشين مع الأب والأم هل مش ممكن يحصل أن أي حد من الأطفال يدخل على الأب والأم؟ طيب أدي بداية ما هي دي البداية اللي بقولك عليها؟ طبعا بتشوف مشهد وأنت طفل مش مدرك أنت بتتفرج على إيه؟ بيسيب أس بيسيب ترومة خلاص هو كده عمل لك مشكلة طول عمرك سعر؟ بس خلاص يا هتبقى كارهم يا عايز تشوف ده بره يا بتعمل حاجة من وراهم عشان أنت مش حابب اللي حصل ذا كارسي أه ولي علاجات لي علاجات بس أنت عارفت أنت تعرفي أن العلاج بيوصل لدرجة طبعا بإمداءات وموافقات وكلام ده بس بيوصل لدرجة أن بياخدوا أدوية اللي هي اللي بنسميه تستيرون انهيبتورز اللي هي بتنهي وتعدم الرغبات الرغبات اللي أولو علشان الموضوع ده يا خبر أبيض آه لا بس في علاجات يعني أنت بتقول لي ده مرة ديرية وقلت لك آه مرة لأن ليه علاج اللي هو تصحيش رفتك بتعمل أقول لي كده حتى لأولك أنا مش ملتمسة له إعزالي أنا مش شافه مريض في حاجة اسمها كوغنيتف الـ CBT اللي هي كوغنيتف بهيفير ثيرابي ده أسلوب علاج في حاجة اسمها السايكو ديناميك ثيرابي في كذا كذا علاج في علاج بالكهرباء للحالات دي بجد والله عايزة إيه أكتر من أنت تديله الحاجة دي اللي تخليه إنه إيه ده البلد كلها ضربته ده مش بكسوف من نفسه يعني أنت لما روحت اتهجرت زي ما بيقولوا مطرود بره الموضوع ده تروحت لأختها إدمان يعني ما هو ما فيش مخ بقى ما هو ما بيبقاش فيه مخ عشا كاي بيقولك إدمان والمتجوزة زي اللي مش متجوزة عنده إدمان يعني السلوك ده بيبقى مع دي أو دي أو دي بتسميها بيبصي بتوصل لمراحل يعني يعني فيه قصة شهيرة اللي يتعمل عليها أفلام يعني خليني يتكلم في فيلم حق نزل الأسواق لأنه السلما يبتاكس الواقع اللي حصل إيه اللي حصل أن هذا الفيلم أبضوا على راجل ابتدوا يشوفوا على الكمبيوتر بتاعته على الكمبيوتر بتاعه صور لكل الجيران لكل الشارع للعيال الوحدة على مدى 15 سنة يعني جابوا لها صورها من وهي عيلا لحد ما كبرت في أوضاع وهي عادة لوحدها خلوتها لكن فيلم إيه ده؟ فيلم أمريكي مسح فادي واكتشفوا أنه ده فعلا مرض وأنه بيعمل كس لكن هو ما عندوش الرغبة فيها وبيحب بس يا تلصص لا ما عندوش رغبة ولا حتى يفكر أنه هو يبقى فيه الانتمسي واحد يعني ولا حتى فكر يكلمها وبيحب يتجسس كس ما هي ده هو يحب وبالتالي اسمه التلصص اضطراب التلصص أو ما عادتين نسميها بص بصة سموها بص بصة ما هو أصل في مصر عشان تتكلميها باللغة الدرجة عشان نسكرة تفهمها قابلوا الراجل بص 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 ده وعدة مرحلة بص بص هيا مفوض هيك كانت ترجع له لما قالوا لها رجعي له تلوني عليها لا أنا عايزة أقولك في الحتة دي في حتة معينة أنا القرار في الحتة دي دايما أقوله ده قرار الست لازم تبقى عارفة عواقب اللي انت دخلها يعني انت عايزة ترجعي انت عارفة انت بتعملي ايه فيكي وفي عيالك والله يقد كلام ده يعني العملية تستاهل قوي كده ماشي تستاهل ايه لو ما عفلوش ولا كان جان ولا اي حاجة تستاهل لازم نعرف ان ده إدمان ولازم نعرف ان البني آدم المضمن بيرجع ساعات بيحصل له الريلابس ويرجع تاني يسقط وتبتدي الدايرة من الاول فانحنا يعني انت فاهمة انت بتعملي ايه طيب انت قد ده قد انك تحطي نفسك ما هي حطت نفسها اولا وهي النتيجة اللي احنا سمعناه انت قد انك تحطي نفسك وتحطي ولادك في الرزق ده عشان كده اجي اقولك ايه قرار قرار الست انت اللي هتحطي ايدك في النار احنا ميفكر معاها هتقدر انا رأيي انا رأيي لو انت بتسأليني رأيي وبتسألك رأيي هي قالت هي قالت قلولي اعمل ايه قالت مش قادرة من زمان وعشان كده بقولك دي مشكلة المجتمع والعيلة هي قالت ان انا مش قادرة قالولها ايه حافظي على بيتك يا بنتي وايه هي يعني ما الرجالة كلها بتعمل كده يا حبابتي مش ده اللي حصل هيتعالج يا ناه ترجعي له بتخربيش البيت عندك اربع عيال هتروح بيوم فين يا ناه اه وناهد تدفع التمن وهي تفعت التمن تفعت التمن قدام عيالها بسمعة سيئة في شرافها قدام الجيران بفتح الشبريك ويقول الجيران الحقه لقيت مراتي مع المحامل وحدهم راجل يا حبابتي دايما يقولك ايه الحد الفايصل هذا الرجل بيضحي بيضحي بزوجته وولاده في سبيل رغباته يعني هو يفتح الكتاب يقولك لما يوصل لمرحلة ان انا بضحي بحياة ابنائي وزوجتي مقابل اشباع رغباتي وبص على اخت مراتي يا سيدي كملنا له يعني انتي بتي قلت يا لها الإجابة انه موسيقى